الاراضي الدولية هيدا عشو نحكيه معاك النيس براينا مرحبا بيك. اهلا وسهلا مرحبا. سبا. الحمدلله. بفور ما جابتونا موضوع اه صحيح. اه موضوع صحيح وفي وقت. احنا مش ليوم بركة احكينا عني. اكزاكتما. الاراضي الدولية. خطر برشي قول الدولية. للدولية. خطر قول دولة. الدولة. راجع للدولة ومحليها دولتنا. الدولة التونسية. دونك اه اه سوالي قاعد يطرح نفسه توا. اه وين ماشيين بالاراضي. بالاراضي الدولية. اه هم. نعم احنا مش نعرفو وين الى اين. يجبنا نعرفو. من اين بنطلق نعمات. صح حيات. من اين سوال كبير. ومش ان شاء الله انا عملو له حسة كنت عم بحط الحسة جاية بش ما منضيعوش الذاكرة. اه هنا هنعرفو الاراضي اللي هي على ملك الدولة. اه كان فم اه تتابع ومرحلية حتى وصلنا القانون عدد خمسة بتاريخ اثناش ماي. اه. الف تسعمائة واربع ستين. اه. كلينا نحكيو عجليات زراعي. هذيك هو القانون هذيك. والقانون هذيك متعلق بملكية الاراضي فلاحية في تونس. هذيك موقع تكن عم نحصها ان شاء الله على تاريخ الكل شنو اللي فيه وبالتفصيل. اهنا نرقاو اللي بالا اه قانون عربعة وستين. ومن الاستقلال. نرقاو اللي الدولة التونسية. اه قات روحها مالكة الاكثر من ثمانية مئة الف. هكتار. اه. وقاع بعث. شد عندك بارشا خطر خطرت عندما. نعرفو كان اه دي من الاراضي الدولية ما. وقاع وقتها بعث دي من احياء اراضي المنطقة الصفلة للمجردة. احداث دواوين الاحياء بسيدي بوزيد والسويسي والنفيذة واحداث ديمان الاراضي الدولية عام الف وتسعمية وواحدة وستين وهو قانون الف تسعمية واربعة وستين حسر حق الملكية في زوزل التاتفيات الناس اللي تنجم تملك بالقانون هذا هم الاشخاصة طبيعيين من ذوي الجنسية تونسية هده وقت مش خرجنا الاوروبيين بسيفة عامة خدمش كان فرانسيس كانوا فرانسيس وانجليز وارمان وتلاهين خاصة اللي هم ملك الاراضي وفما الفئة الثانية هم الشركات التعاونية المحثة بقانون سبع عشرين مايه الف سعمية وثلاث وستين ونام وقتها بالقانون هذيه وقع احداث تعضوديات للانتاج هده بسيفة عامة ديمان الاراضي الدولية ديمان الاراضي الدولية هو مؤسة عمومية كما قلنات أسة عام الف سعمية وواحدة وستين تتصرف حسب الموقع متاعها محسب الشماش موجود في مية وستة وخمسين الف اكتار وزيدها الاراضي المسترشعة بعد الثورة الاراضي المسترشعة بعد الثورة هي حوالي سبعين الف اكتار هذوم الكل يتصرف فيهم لانتي ملحظة صغيرة نسا خاطرانتي رقم تعديت عليها كيكة تعديت في البدالية وثماني مئة الف ثماني مئة الف اكتار اللي هما غير ما عادت ثماني مئة الف مبعث ثم تلاثمية الف تبخروا منهم قعدو كان خمسمية تلف بعد الاستقلال عطيت كبرش هالديبوين هذوم ومبعث رجعوا بشكل لا لا معناتها شوفوا الارقام الرسمية فم خمسمية تلف اكتار معت ثلاثمية مش محتسبية يقول لك هنشير نفيذة كلمية تلف انا عندي هاو في الارقام مية تلف هم بعض ارقام حصو بعشر الاف ايه وش معنات هذا هنشير هنشير سيدي ثابتر فم نفيذة فم هنشير شعال هنشير شعال زلطان نحكيو عليهم بالتاريخ ولكل عنا استرجاحهم عامل في ثمانية واحدة وسبعين اه من عند السيالة كليش تم استرجاعك الارادي يقول عليش قد كذو محسة وحدهم ايه لك الاخرين شي تقول ما فهم معتما احنا كي بدأت فما هيك الاخرى وقعت عامل في تسعمية واثنين واثمانين قانون اه اثنين واثمانين اللي جاء فيه خلق شركات الحية وتنمية الفلاحية فيهم مية ستة وخمسين الف اكتار عند دمان الاراضي الدولية فما الواحدة التعاضدية جو سي بي فما البحث العلمي عنده اه ما عنا تركيبة كاملة قد ديش هدومه وفيهم اه جوزة اللي يمشي لشركات الحية والتنمية في الحية احنا في الفين وحداش في الفين واثنين واثناش عنا اكثر من ثلاثمية وثلاثين شركة اه شركة حياء عنا المقاسم الفنية اللي تعطعت للفلاحين و عطعت للفنيين اللي كانوا يخدموا في الليدارات من اللون وبعض والتي عملوا اه وياخذوا هالاراضي هذي فموا كرار الشروط ويقدموا دراسات ويقع لكلاستمون متاحهم وبعض ياخذوا احنا لو تدي يتصرف في ثلاثين مراكب فلاحي المهام متاعوا التصرف في الاراضي الدولية الموضوع على ذمته اه عنده زادة اه مهمة كبيرة لهي تنويع الانتاج هذا كلهاش نلقاه فيه برشة زيتين اه لوز فصدق كوروم اه قوارس نلقاه زادنا عنده الحبوب العلاف والعلاف عنده منتجات حيوانية كبيرة في اللوتي دي معروفة تلقاه حتى في المساحات الكبرى اه فم الحليب للبان معناه فم الحم فم البيض اه فم الدواجن فم العسل وفم الجبن اه اللوتي دي يساهم مساهمة كبيرة في الانتاج في بلادنا اه عنده نسبة كبيرة من الزيتين عنده 63.000 هكتار زيتين زراعة كبرى حوالي 18.000 هكتار اه كما قلت لك احنا 500.000 هكتار هذو مو الوتي دي اه ما ال500.000 في 156.000 اي في 156.000 وقع استرجاحهم هذو ما في 500.000 كما قلت لك فما الاراضي الفنيين فما شركات الحياة وتنمى في الحياة وفما اه دونك الوتي دي تسار في 156.70 يدي راجو عليش خدك بين الظفرين بين الظفرين خاطر كي استرجعوا استرجعوا على الاراضي هذي قاعدوا كاكا ما قاهم قاعدوا شي استغلوا فيهم اه نلقاه زادة حاجة اخرى حاجة مهمة يمكن حتى حد ما نيش قاعدين نحكي عليها من الاسباب تعالش المشاكل في الوتي دي وددي يظل في الفين وعشر احداش عنده حوالي ستة الاف عبد يعامل يخدم عنده قراب احداش نلف قاعد يخدم على خلاص العباد هنا بعد الثورة نحكي لك فالاراضي الدولية والاراضي اللي كانت على الشركات وحتى مقاس متاع فنيين خرجوهم العباد وفما فكونهم الاراضي متاحهم وفما مهاجمة متاع العديد من الضائعات للمساوغة سويا شركات الحياة والفنيين والاستلاع عليها وتخريب وسرقة وفما برشة تخليهم عن نشاط متاحهم فما المصادرة زادة فما الاسترجاع هذو المصادرة والاسترجاع حوالي سبعين الف اكتاء كما قلت لك اه وهنا ليس له القدرة بش يتصر فيهم خطر دي جاع واحل المية وستة وخمسين الف اللي عندو زادنا سبعين الف دي جان في الانتاج وخرج من الغلطات خطر اه نشوف عليش تخرج عليش ارس تكون في الانتاج وتخرج ترجع بش شركات من يقول لك مخذو هيش بتاريقة قانونية 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 هي مما تاريقة ما هيش شفافة نقول واحنا طرم هيش برشا ضيعات كان فيها ميتين حتى الالف راس من الابقار كان انتاج متاع البين وبرشا ديك كل من وقت دينا نتراجع في الانتاج متاع البين وغير من اللانش تا معناها فكوها كريا حنوط مسكر ولا كريا مشو مادون فكوها استرجعوها شو نقول وش واحد استرجعوها وقعدتها كيك ورقون يزمعات منح وفما اللي مزالوا في الدراسة والدراسات نس كل خايفة دونك نس كل خاسرة هنا كيم قلتلك نحكيو برشا على السرقة في شوف اراضي كبيرة حالات دي منعتبرها حالات خطر بالالاف ومسيبة تقول سرقة شمعنا تسعين موفيز جيشون ولا سرقة 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 عينية هنا والله يحكي هالي مدير في دي من الأراضي الدولية في وسط التسعينات مش حتى تتوق قال يقبل لكن يحلب وبلدين يرا في خدام خارجي يتفحف حقا جيش وفي هرقا عام دي سا شي علمين وعلي صار في السربيل ويسرق في الحريق هذي في الستينات وفي السبعينات معنا الحكاية هذي نعرف واحد كان مدير متاع فم ضايعة كبيرة في الشمال الغربي وفي جز كبير متاع تربية الأبقار وكان هو مسؤول عليه كان في بلاسة منحبش نسمي توا خطر كان يرتاح نهار تلي يرتاح فيه نهار تلي يرتاح في السجمعة يابت التونس العاصمة كل ما يرجع يرقى بقرة نقص عندهم تحكي على رو مع انت في الشارع مع انت مش مؤسة ونجر كيف تروح تلقى بقرة نحكي نحكي لك فيهم الحكايات عشتهم من نشير نفيذ عملت فيه ستاج بشهر ركام ونعرف بالقدية شنو يفيه وشنو كان ينتج ضايع في الشمال الغربي خدمت قريب الشهرين مش برش في الرادي الدولية وتحية للناس الكل تقدم برش عباد تقدم قلب رب في اليدارات والحط من الخدام مرا فما حالية معزولة هذي نعتبرها رأي الشخصي هنا كان يهبط السيد هذي ارتاح نهار راح متاع وكل ما يرجع يرق بقرة ناقص وشبذ الانتباه مشوش هبطول وكم يشون من تونس للسيد هذي المسؤول وقال اهبط السيد اللي يسرق قارة ويفزد في الحليب وما عملين وقتها ذكر وخلين ورا ويرجم عندنا في الحليب وحصيلوا مشكلة ومبعض السيد روحوا السيد هذي المدير السيد اللي تحت وما شدوه بسرقة اخرى وهربوه بورس البرة وخرج وطوط بر كله السيد الجامعي هنا اعطيتك حالة حالة اخرى كان هذي وقت صيعب الحكيم الخالدي الحكيم الخالدي شد رئيس ديمين في زرق الفلاحة مستشار نتذكر وقت حكينا زو السرقات شده مرة واحد سرقة عجل وواحد اخر يسرق متاع الوقت تعرف هذو ضياعات كبيرة موش بشي قعد كل مرة مشين للكيوس كي حبي في الكربيرون سمح لالتركتورات موجود على عين مكان برش يعبي ويخرج لبرة يفرغ بيع انمية متاع سرقات رو ممتاع بداية هني اش يلزم عندش نقول لك خطر رو الاف الكتارات انفيذا المركب الفلاحي بنفيذا فيه ثمانية الاف ثمانية واربعة تسعين اكتار هذيش بتأس عليهم افهم اعساس افهم افهم اش دي كاميرا الدنيا مسايبة نيس نحن نضحكو خطر هاي ماوري تكشو راقة ما لي لي هاتك صح هذي 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 البيت القصيد وان اعطيتك العدد الخدامة لذعف بش اللي خد تكون هكا نتيجة مان نتيجة معبي برشة يخدمو يخدمو بشي خلص والعباد لو تدي جاه عام بركباه بعد الثورة عام تلي جال زيتون صابع والحبوب صابع العام وحي طلع فيه ربح وواحل حتى بشيش التركتورات والعليات الحاسدة وقتا لخذيه هي بعثت هنا تركيا فيها برشة تركتورات وفيها دي موصل نسبة تزو فيما زيت اعطاو للغابات وقتا كل الالات التفاعل الحرائق ذاك العام معناها بش تفردو شوية هنا بعض الثورة حملنا اكثر من طاقته بارتفاع دد العاملين بها واللي معناها المراكبات في الحية تخذ بش تخلص الشهاري تراجع الاستثمارات معناها شي كبير خطر هكترا معنا يزم حتى عندك ارض متاع ايه مبارك وجيب برشا وجيب برشا مدخول وقت اللي تحترمها تحترمها وتخدم فيها انتي انتي تشوفنا هنشي الشعار ونها في الندو الصحفية نهار 13 جويلة عملتها وزارة الفلاحة تاتل ارخام وكان مجسو وزاري تعدق بل كانوا موافقين بش ياخذوا بنتين منها فوق 20 جرار في شهر اكتوبر هذين عتيك حاج ديمان الاراضي الدولية ما عندوش حتى مشيش الكرهب هذو مضايعات كبيرة حتى عبيت بش دور فصل الفيرمات يزم ها وسين قاعدين ياخذوا عملاول وط عملاول مش زمن بعيد ياخذوا الكرهب متاع وزارة الفلاحة اللي عمور هكثر من عشرين عام كرهب طايبة حيرو حتى في القطايا هذيك الويش يرقا في الواق تمشي ترقاهم الكل على بعض مقدسين كرهب والكرهب اللي يتيح يمكن حتى الدار نساو هالكرهب هذيك ما عشان عندهم عتى قطايا ولا غالية ولا مش موجودة يرقا ورواح هم في عننا برشة خردة وذي مشكلة نطاع الخردة رو مش كان في المساة الدولية الكل شوفنا حتى في الحسوب حتى بش تخرج هم يزم مشكلة متاع حتى تجي كلاج مع وزارة تملاك الدول الكرهب القدم والتركتورات القدم وغير يقضي ولي وخليهم فوق الخمسة نسنة الكرهب قديمة مكسرة و الحديد ودني حتى يجي جمعة تملاك الدولة رو ما نجموش نواصلو هك فما بالوك بالاستثمار حل هم يجب تصرف تعطي التبدل ها وجايك الى اين هذي تحب نجاوبك على السواء الى اين خطران سيختين تلخصهم لك دعم الاستثمار في الاراضي الدولية على المدى العاجل تقييم لاستغلال اراضي الدولة ما فيها ديما الاراضي الدولية موسية البحث وتعليم العالي في لاحي ولا رشاد التكوين عنا ضيعة ضيعة وصلتية فيها الفكتار فش قام الفكتار شناعمل بهم ان الفكتار يا بش نعمل الحويج متاع اللذي عند البحث نخدمهم ولا ما حاشنيش بحاجة بالفكتار وغيرهم عش متخلص عطيهم يعطيهم هان يجايك هان يجايك نجم يخليهم عملنا راو تجارب نجح متاع الفنيين متاع شركة الحياء تتقيم وتعمل في صورة اخرى تفادي النقايس احنا كيعطيهم الاراضي للفنيين من اللول اللي يطلق مرت واللي باع بتنوم متاع ونحكيهم لك نعرفهم عشتهم عندي موثقين معنا بالأدلة وحكيت معهم الناس كان عندي حسة وقت في كنال بنتهي نمشي لهم نزورهم يخدموا مليا العباد كانت يخدم في الإدارات تخرجوها مسكينة حيرة في الفندرون متاعو كل مشكلية صغيرة انا كن تفاديناها وعالجناها بالقداية نجموز يطوروا عنا برشا شباب بطال كو مخرجي الفلاحة وغير الفلاحة يزم تفادي هالنقايس يزم دعم دعم حوكمة اراضي الدولة بالموارد البشرية انا نحكي لك هذو مع دي شنال نسبة التأثير مطلوطش خمسة والستة في المائة يزم موارد بشرية يزم المعدات يزم هاللي كاميرا في الفلاحة مثلا مستس بحث اللي مع الفلاحة عندها خمسين مخبر واحدة بحث تحتها نجموز يعملوا اتفاقيات على الاربة خمس سنين مع مخابر بحث نشير الشعار بحثيه المعهد المعهد الزيتونة معرضي شعر في العالم الكل نجموز يعملوا اتفاقيات يخدموا معهم يستغلوا وبحثين يحطوا يجيبوا طالبة غيروا نجموز معناه يثمنوا نفيذة عن المدرسة العلم وهمسين شط مريم نجموز يتعاملوا معها وعننا منظومة كاملة معناه نجموز يخدموا معها عنا اه يلزم ارادة الدولة يلزم تكون وحدات منجة ومربحة اقتصاديين يزينا من السوسيال السوسيال عنا دي كاس عنا النسخلين يعطيهم فلوس عاونوهم اعملوا اما عباد بيش دخلها تخدم يزمها تنتج ومن قدوش نخدمه عشها هذه الخدمة لكن تقليب الشيخ والارض تعتبرها سوسيال زي يدخل في إطار لا لا موش سوسيال مش ياخد اقتصاد يزموش ماشي صدقة ماخذها هو بيانتي معاه بما عرفتك الموضوع معاه ماشي يشقلون معاه انه يتم تفتيت الاراضي اللي تحصل على مقاطع صغيرة وإلا ليخو يخو ومقاطع تبير الفلاحة الكل تمشي الكل احنا فلاحة متعنا ثمانية في المئة يفلاحة صغار وضو مزايعات كبيرة بالاستثمارات نحطو فيها غير جيد غير جيد انها تتعطاها بمقاطع حتى مقاسم صغيرة مش مقاسم صغيرة خمس اكتارات تكون خطر في السقو يقول خمس اكتارات تكون مجد بشتاعم زراعات كبرى بالخمسين وبالمئة وغير يزمنا برنامج متع نعاش متع ديوان الاراضي الدولية يزمنا ما نهكي مقتلك الانستثمار فما لجنة تكون 2012 لجنة فنية مكلفة بتقييم وضعية الاراضي الدولية في الاحية وقتها قالت برشا حوي جمعتنا نرجعوله لهم الاخرى لا تفريط في ملك الدولة والحاجة الاخرى تعمل شراكة مع اللوتي دي والخباص ونجاز دراسة لعادت هيكلة ديوان الاراضي الدولية هل مقاسم وغيره روفهمها برشا نجمه حتى هو بيدو اللوتي دي يقعد في حوية استراتيجية البذور متاع البطاطا نجيبه فيها من الخارج كنون نجيبه 22000 طن كل عام بذور بطاطا تاو 5-15-15 نجمه تقدم برنامج كبير مع اللوتي دي عنا برشا اشياء نجم يقعد فيهم دي ذاك استراتيجيك يقعد فيهم ديوان الاراضي الدولية وتكون مجدية ومربحة كيما زيت كيما غيره شو اللي يمنع دي يمنع يلزم الاستثمارات ما فهميش شو اللي يمنع الاستثمارات لقى جاوبني من اللخر ما انت شو اللي يمنع الاستثمارات واحنين بالديون وعندهم خدامة خدامة برشا اللي توصفين سوء سوء تصرف هذا اللي توصف فيه انت انت تقوله سوء تصرف اي لا لا انت تقولي رو ما فماش ما انت ثم ضيع لاموال معينة فما اهدار للمال العام ولا عدم ومشق عاديم يصرف كيف كيف معضف ما مشكلة في الرؤية اي الرؤية يمكن ما عن قصد ولا غير القصد تذيك حاجة لاي ما نشنخمو على القصد ولكن نفتي على الفكرة في حد دي تمام الفكرة انت تمشي نشير الشعال ترقى ترقى حتى في قفصة عمني ربط في اكتوبر وفي نوفمبر ترقى اه اغروكمبينام تاعة الدولة اه زيتون شايح وبجنبه فلاح يسقي بالموارد متاعه لو كده ما عاش نجل بشي تواصل يجب نستحاسب عندك شريكة اللي ضايع اوتي داي ولا غيره مع تحياتي يزيد وشكري خطر برشا ناس قاعدة تخدم نعرفهم هنا من البي دي جي ومن العباد اللي معاه في الادارات هنا ولا حتى في اللي زكروكم بناه الكل فيه طاقة اكتر من طاقته سواء من الخدامة ويزموا برشا استثمار ويزموا صبر ويزموا برامج علمية يمكن حطوا برنامج علمي عندك وتي دي عندك الفيكتار هو موجود برنامج من جموش يصرفوا عليه شكرا لك انيس برينة مرسي بوقوف جمع جين نرجع لك على تاريخ متاع الاراضي الدولية نرجع لانو موضوع مهم وحساس جدا في الفترة الهدية زي بزيت قاتي نحكي علي اكثر فاكثر نقودوا مع بقيت برنامج اكس برسافي مرسي بكل التابعتنا حتى اللقاء تدري منتقنا ان شاء الله وردوا في نفس الوقت وبايا دماء